اشتركوا في القناة عرفت أنها تستمع إلى الأغاني على موبايلات صديقاتها ودعوتها كثيرا لدرجة أني بكيت وقاطعتها تارة ولا أجلس معها على طعام واحد لتكرار هذه التصرفات فماذا أفعل أنا وأنا أدعو لها في سجودي ماذا أفعل غير الدعاء هل أخبر والدها مع العلم أنه يتصرف بشدة معها سوف المشكلة أن المراهقين أو السن هذا سن خطير وكثيرا ما يصير معاندة خلاص خلاص يصير معركة إثبات وجود المراهق يغير يسوي لفراشه وهذول أبو أمه حريصين عليه ملتزمين وهو ما هو متدين وهذا حال عدد من البيوت الناس المتدينين الأب والأم يمكن الأب داعية يمكن طالب علم والأم كذلك بس البنت ما تبغى حجاب ما تبغى مدريش ما تبغى طبعا هذه لابد يستعمل فيها الحكمة لابد من الحكمة يعني الإعطاء أكبر قدر من المباح 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 مهم قضية المعاملة بالحنان والعطف مهم مهمة مسأة الإقناع العقلي مهمة الحوار إتاحة مجال تطلع اللي في نفسه وتعبر تكلم مهمة فيه فيه لأنه هو يرى هذا المشكلة الشيطان سبحان الله العظيم يجيه لابن المتدين أو بنت المتدين غير المتدينة إذا كان واحد عنده هو متدين وزوجته مثلا وابنهما أو بنتهما لا الشيطان يجيب له عشرين ألف شبهة يعني يقول له أولا أنت مو لازم تطلع نسخة مثل أبيك ليش يعني أنت مو لازم تطلع نسخة مثل أمك وين شخصيتك وين شخصيتك لازم كذا بس تقلدك يعني فينفخ فيه سبحان الله ينفخ يعني الشيطان يعني ما ما يجي في بالها مثلا أنه والله مدام أبي قدوة في الخير وأمي قدوة في الخير ليش ما أمشي وراهم لا بالعكس يجي عاند ارفض خالف تعرف عشان تطلع شخصيتك لو ما خالف ما تطلع شخصيتك لو ما خالفتي ينفخ فيه إبليس يعني ينفخ فيها ثانيا يكون فيه مثلا بنت خالها بنت خالتها بنت عمها بنت عمتها بنت الجيران بنات المدرسة على طريقة ثانية فيقولوا لها وبعدين يعني بعض الآباء والأمهات متزمتين ومتزمتات ومتشددين ومتشددات وما الدين موكذا وما الهداعي مسألة يعني التشنج هذا يعني يجي حينها يقول الله يهديهم أبوك وأمك طمابوك وأمه أصلا مهتدين فيجي أذك قرينة السوء الله يهدي يا أمك ليش كذا متشنجا الله يهدي يا أمك الله يهدي يعني حين هذه الفاسق يدعو للمهتدي على سبيل الانتقاد طبعا لو أنه يدعونا حقيقة بالهداية كان قلنا آمين جزاك الله خير يا أخي والله نحتاج الهداية حتى لو عندنا هداية نبغى المزيد نبغى الثبات اهدينا الصلاة المستقيم كرر فيها جزاك الله خير شكرا أدعو لنا بالهداية لا هو قسطب الله يهديك إنكار لا يهديك الله يهديها أمك متشددة لا وبعدين مثلا يعني الحين الوحدة إذا صارت جميلة يبغوا يطمسوا جمالها ويحطوا لها الكيس الأسود يعني شوف شلون الإرادات يعني والشبهات بدل ما الوحدة تستمتع بشبابها وتطلع أنيقة أنيقة كذا يعني الشيطان يجيب يفصل لهم شبهة أو يجيبها في أذانها كذا بعدين مو الله جميل يحب الجمال بعدين هذا إضافة لما تقدم بعدين مو الله جميل يحب الجمال يعني إيش فيها لو طلعت الآن لابسة عباية على الكتف وشكلك كذا يعني أنيق لازم تحطي كذا فوق الراس ويطلع مثل خيمة وواواواواوا سبحان فيشتغل النفخ وتشتغل الشبهات وتشتغل يعني معاندات ويبدأ على القضية لا ترضخي لا ترضي لا تسمعي كلامه لا كذا الواحد وين شخصيته لا لازم يكون عندك كرامة لازم يكون عندك هذه الحرية الشبهة ثانية أو عاشرة ليش يقيدوا حريتك خلص أنت كبيرة أنت مسؤولة عن نفسك أنت تعرف مصلحة نفسك ما دام القلب نظيف إيش المشكلة إذا صار العباية مطرزة وكلام كلام فلذلك يعني هذه الشبهات كلها لازم تتفص فص كما يقولون لازم لازم تجي يعني الأم تقول لها البنت سيقولون لأن الله عز وجل في الأسلوب هذا في القرآن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا كمان سيقولون لا متاع من شبهات أن الله يقولون وليس يقولون وليس يقول شبهات في القرآن الله قص علينا في القرآن لا يعني مثل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني الله يحكي لنا ماذا قالوا من الشبهة ثم يرد عليها وش أمثلة مما حكاه الله لنا من الشبهات على لسانهم لا هو نبغى شبهة شبهة لأنه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها شبهة وكانوا قيسين وماشيين إلى بيت المقبل ليش غيروا وقالوا إنما البيع مثل الربع شبهة جاء تفنيدها وأحل الله البيعة وحرم الربع المهم أنهم يقولون كذا كذا والرد عليه مهم ما يصير تبقى الأشياء معشعشة في عقل البنت أو الإبن هذا وما يرد عليها ويقال لها تعالي اجلسي وكذا وبغاية الحنان وبغاية الرقة وبغاية الرفق سيقولون لك يعني إن الله جميل يحب الجمال فإش فيها إذا أنت طلعت به هيئة جميلة فالجواب إن الله جميل يحب الجمال جمال الأخلاق وجمال القلب وجمال الحياة وجمال كذا وجمال الثياب عند النساء ما هو عند الرجال الأجانب جمال الثياب الرجال أمام الرجال جمال ثياب النساء أمام النساء إذا ما خالف شرع الله يعني ما تلبسي ثوب كرمش ما هو مكوي ما تلبسي ثوب وسخ بقع رائحة كريهة كذا مثلا فإذا ترد على الشبهات لازم وهذه مسألة مهمة جدا قضية تعامل الأبوين المتدينين مع أولادهما إذا صار بدأت الأمور لأنه سبحان الله إلا ما أحيانا في الكثير أحيانا تحصل فيه واحد أو يعني ابن أو بنت فلت من الأبوين تمرت كذا الشيطاني وقرناء السوء يعني تقوله مو لازم تطلع نسخط مثلي صح مو لازم يعني مثلا لو أنا مثلا مثلا محاسب مو لازم تطلع محاسب أنت ممكن تطلع هندس كهربائي يعني لا تصير مثلي في الدنيا مو لازم ممكن مثلا أنا مثلا طبيب أنت أطلع تاجر اطلع تاجر مو لازم تطلع طبيب مثل أبيك إذا أنا عندي سيارة مثلا نوع كذا أنت ممكن تشتري سيارة ثانية إذا أنا أكل طعام كذا مسلوق أنت ممكن تأكل مشوي فنبيل له يعني إيه وصح أنت مو لازم تطلع نسخة مثل أبيك بس أنا وياك كلنا نازم نطلع عبيد لله أنا وياك لازم كلنا نطيع الله ما هو أنت ما تكون مثلي يعني لأن الشيطان عمم فتبين له إيش اللي لازم أنت أبوك مثلا يلبس نظارات بالفريم أنت تبغل تلبس فريم لس ألبس فريم لس مش مشكلة فإذا نبين له أنت ممكن تخالف أبيك في إيش ولكن ما يجوز لك أن تخالف الله